ظهرت قضية اللهجات العامية وسيطرتها بقوة على الألسنة عند اختلاط العرب بشعوب البلدان الأخرى إبان الفتوحات الإسلامية ودخول شعوب هذه البلدان بالدين الجديد كذلك حين احتلل عاجم البلدان العربية وبتأثير من هذا الاختلاط ومع مرور الزمن أخذت الألسنة بالابتعاد عن الفصحة ذلك أن السمع أبو الملكات اللسانية كما يقول ابن خلدون بعد ابتعادها عن الفصحة اقتربت الشعوب العربية من اللهجات العامية فكانت لكل بلد منهم لهجته الخاصة به تقترب أو تبتعد عن الفصحة بحسب عوامل التأثير عليها لقد أبى الاحتلال بكل أنواعه وطوال وجوده في البلاد الإسلامية على رعاية مخططات محاربة الفصحة وحصارها وخاصة في المجالات التعليمية والثقافية فعمل على إضعاف شأنها ماديا ومعنويا بل إنه استطاع أن يقضي عليها ويعزلها من بعض البلاد التي كانت تتحدث بها حتى وصل الحال من سيادة اللهجة العامية على الفصحة أن العربية يحتاج إلى من يترجم له الكثير من الكلمات في بعض الدول العربية التمادي في الدعوة إلى تشجيع العامية وإحلالها محل الفصحة بدى واضحا في أغلب القنوات الفضائية العربية التي لا تتحدث بالفصحة إلا في نشراتها الإخبارية التي يعتريها الكثير من الأخطاء فضلا عن الكلمات الدخيلة وبات المتحدثون بالفصحة يشعرون بالغربة وسط سيل العامية التي غزت الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف التي تكتب بها وكتابة الشعر الشعبي أو النبطي الذي يعتمد على اللهجة العامية في الوقت الذي تستبدل فيه الشعوب العربية لغتها الفصحة باللهجات العامية فإنها تخسر سببا من أسباب وحدتها وقوتها فليس في العالم أمة عزيزة الجانب تقدم لغة غيرها على لغة نفسها المهتمون بالفصحة يدعون بشكل متواصل إلى العناية بها من خلال وسائل الإعلام لدورها المحوري في التواصل خصوصا تلك التي تحظى بأعلى نسب مشاهدة على مستوى العرب من خليجهم إلى محيطهم وغيرهم من بني جنسهم المنتشرين في أسقاع الأرض إضافة إلى غير العرب المعنيين بهذه اللغة والمرتبطين بالدين الإسلامي لكن وعلى الرغم من كل هذا الإهمال والهجر الذي تتعرض له اللغة العربية الفصيحة تبقى قوية وخالدة لارتباطها الوثيق بالقرآن الكريم الذي تعهد الله تعالى بحفظه ترجمة نانسي قنقر